اسمي اسماعين واشتغل شركة ادوية كنت معدى عن زمالي في الهات الصوم وماشي فلقيت الناس عما تحدف على بعض كنت جاي من الشهور الصوم وولهم فيها جماعة قالوا ده الوزارة راح مولعين في الوزارة والتاهم الصوار انهم يولقوا فيها وولع لهم في الخيم بتاعتهم والقيت متوجيش من فوق عاملين يضربوا عليهم بالتوب تمام والمكسرين الوزارة حدفوا عليهم وقالت الناس من جوا بتاع الجيش عماين اشتموا وسبدين قلت ادب ونمشتوش من هنا احنا حرقكم تمام فجايز الناس بتدافع النفسات طولهم يا جماعة ورحت قابلت اللي هو من ورا الصور الحديد اللي الزبط بتاعهم طوله طب خليهم يبطلوا احنا انا وقفت الناس بتاعنا عشان انتم بتضربهم احنا بنحميهم الوقت قاعد يعمل لنا حركات بصوابعه اللي اتقادب بتاع الجيش وقاعد يشتم بقالفاز واسقة وقاعد يحد فعلينا بالتوب وقاعد الناس جماعيننا ومسكوا احد زميني بالكاميرا بتاعه شغالي بصحافة كسروا هالو وكسروا له قده وضربوني انا على دماغي هنا بالحصيان كمسة ضربوني بناوسيان والذابط اللي انا حميته عشان محدش يضربه جي قال علينا اللي انا اللي ضربته كمام ورحوا واخدين دخلونا جوا الوزارة ففي زمان يقول لك انا ما ضربتش مقسموك مننا بقى ايه يعني حاجة بي... قالهم كتير موضربوش وقاعد يضربو فينا واشنكبرونا وقعونا قال كله يدام على وشه رحوا رابطونا قال لعوني التشيرت بتاعي زي ما انت شايف كده غوط ورحوا قابليها وكانوا ضربيني بص دراية ومش قادر احركوا وقعونا على وشنا قال لعونا التشيرتات كمعي الشانت بتاعتي فيها العلاج بتاعي ورحوا منامينا على وطننا ورحوا رابطونا بالتشيرت اللي احنا ايه نابسينه ورحوا قادروا يشتبوا ساب والدين ودسوا عنا بالبيادات وضربونا بالبيادات وبالحزمة بالخشب بالحديد اللي معاهم تمام واخدوا مننا البطايع والفلوس والحاجة وقاعدوا يشتمونا واحد من الجيش بتاعهم قال لهم انا ما حدش هدر ما حدش اشتم التاني يعمل لي برضو ايه وقاعدوا يشتموا وقاعدوا يضربوا برضو ويدوسوا علينا ياولاد الكذا ورشوا علينا ما يغرقونا وخدونا بعد كامل المجلس المجلس العلمين دوت ودخلنا المجلس الشورى دوت تمام جوه قاعدنا على ركابنا وقالوا ان يصورونا بالقاميرات الديجتال تمام انا بقى مش متجاوز انا هتجوز وقالوا وفي دكتور ربنا يبارك هو اللي اطلعوا وانا هجبلك حاجات واخدين لغاية دلوقتي البطاية واحنا مش عارفين مصرنا ايه بعد كده